موسيقى الشعب يريد إصطاط النظام أيها الشعب العراقي الأبي ها نحن نجدد العهد ونتهيأ لإكمال المسيرة العظيمة التي ابتعدها أحرار الشعب فلقد توهم أولئك الذين يظنون أن ثورة تشرين ستتخلى عن أهدافها وتترك دماء الموات من شهدائها وتهم المعاناة الآلاف من جرحها وتنزوي أو تستسلم لقد تعامل غيار الشعب من المنتفضين والمحتجين بوعي عال في ترتيب سلم الأولويات وأوقفوا نشاطهم لفترة بسبب فيروس كورونا وذلك حرصا منهم على سلامة أبناء الشعب مكتفين بالاعتصام الجزئي في الخيم والساحات وقد كرسوا جهودهم في إطلاق الحملات التطوعية وحملات التحثير وتوجيه المواطنين للالتزام بالضوابط والتوجيهات الصحية ومساعدة أبناء البلد الذين تضرروا بسبب تبعات هذا الوباء في الوقت الذي تنصلت فيه الحكومة وكعادتها عن دورها الأساس في هذا الظرف الحرج كما أثبت المحتجون بأنهم دائما مشروح تضحية من أجل العراق طيب الله وقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جليدة من برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين استقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم ورسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة دعونا نبدأ بتصريح أو بيان للجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين حيث قالت في بيانها بأن هناك جهات مرتبطة بالميليشيات الموالية إلى إيران تعمل على إصدار بيانات تتضمن تعينات وتوصيات وإجراءات لا علاقة لها بالمعتصمين السلمين أضافت اللجنة بأن الميليشيات تسللت من خلال بعض عناصرها إلى ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات بهدف تشويه سمعة المتظاهرين وجمع المعلومات عنها وتقديمها إلى الحكومة التي تقوم بدورها باغتيالهم أو ابتزازهم ومنها تعين الميليشيات الطائفية مهدي الصميدعي كقاضي بإدعاء مزيف للكشف عن قتلة المتظاهرين هذا وأكلت اللجنة بأن الثوار هم سيأخذون حق الشهداء والجرحى والمغيبين قصرياً بعد اقتلاع نظام المحاصص الفاسد وتشكيل حكومة انتقالية تتولى تشكيل لجان تحقيقية للكشف عن المجرمين الذين ارتكبوا أبشع أعمال العنف ضد المتظاهرين وتقديمهم للعدالة في ضل نظام وطني مستقل يعيد للبلاد سيادتها وأمنها طبعاً كذلك حذر متظاهرون ثورة تشكيل من تجاهل الحكومة لمطالبهم بذريعة الانشغال بفيروس كورونا وأكدوا رفضهم ترشيح مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة واستئنافهم التظاهر السلمي بعد انتهاء الأزمة الصحية واتهم المتظاهرون من وصفوهم بالفاسدين في السلطة بممارسة أساليب الترهيب ضد المتظاهرين في الساحات الاعتصام محملين الحكومة مسؤولية ما يتعرض له الناشطون خلال حملات الاعتقال كذلك دعت النقابة والاتحادات المهنية إلى تشكيل حكومة وطنية مهنية بعيدة عن الأحزاب وعن المحاصصة وكانت نقابة الأكاديميين قد أكرت رفضها عونة وزراء حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة التي وصفتها بأنها فشلت فشلا ذريعا في إدارة البلاد طبعا موضوع المحاصصة يعود من جديد مع كل حكومة جاءت بعد العام 2003 مع حكومة المكلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة اليوم هناك حديث تحت شعار الاستحقاق الانتخابي وهو طبعا بالواقع وبالفعل هو المحاصصة الطائفية بهاي الأعرجي نعم رئيس الوزراء السابق قال بأن الكتل السياسية تريد ضمان وزارات في حكومة مصطفى الكاظمي الظاهر بحسب مصادر صحفية بأنه مصطفى الكاظمي قدم هذه التنازلات للكتل السياسية التي وافقت على ترشيحها قبل أيام دعونا نقرأ رسالة واتساب نطالب بالعفو العام وشمول المادة أربع إرهاب والله ثم والله أبرياء انتزعت منهم الاعترافات الاعترافات مزيفة جراء التعذيب والقضاة كلهم ظالمين كما يقول مباشرة يصعدون السجين محكمة والقاضي يحكم إعدام أو مؤبد وما يسمح للسجين أن يبرع نفسه نتمنى من قناتكم توصيل صوت أهالي المعتقلين والله تعبنا رسالة أخرى يقول السلام عليكم محمد من صلاح الدين تحية لقناة الرافدين قناة الحق والمظلومين أسأل الله أن يجعل سبب لإخراج المعتقلين والمغيبين وندعو الله عز وجل ونطلب منها أن يفرج عنهم ولا نطلب هذه الحكومة الظالمة دينا على قولة أبو المثل تكبر ما نقدر نقرأ هذا المثل على الهواء مباشرة أبو حاتم الموصل يقول السلام عليكم تحية طيب لك أستاذ عمر ولجميع يقول أستاذ عمر العملية السياسية في العراق صنع الاحتلال الأمريكي الإيراني بامتياز وهم لا يمثلون العراق رسالة يقول السلام عليكم سيد عمر نطالب بإصدار العفو العام وليس العفو الطائفي كما يقول والخزي والعار أبو عمار من الرماد يقول السلام عليكم ونحن نشكركم لأنكم تسمعون صوتنا وتستقبلون رسائلنا والله العظيم تعبنا نريد نعرف أولادنا المغيبين وين صاروا ونطالب من كل غير وعنده رحمة يطلع أولادنا من هذا الظلم ويفرحون أهلهم في شهر رمضان نعم السلام عليكم أخي نطالب بالعفو العام يقول أخي صار لتلتطعة سنة بسجن ناصرية أنا أم أنس نطالب بالعفو عن المعتقدين نعم أنا أعتذر عن قراءة الرسالة الطويلة جدا نعم يقول والله العظيم رب العرش العظيم الأمهات راح تموت على ولدها يعني هم يريدوني موتوهم غير نعرف شنو مصيرهم احنا صار خمسة أشهر ما نعرف عنهم أي شي يعني أعتذر عن استلام الاتصالات على الواتساب وكذلك أكرر للمرة الألف الأخوة اللي يرسلوننا أخبار ويرسلوننا مقاطع ويرسلوننا صور على الواتساب أخي العزيز إحنا قناة إخبارية إحنا نزودكم بالأخبار ونزودكم بالصور فأرجو أن تكتب رسالة تعبر بها عن رأيك في الواتساب يعني أحد الأخوة داز سبعين رسالة خلال دقائق فقط كلها مقاطع فيديو وصور معناه اتصال أم علي من البصرة تفضلي أم علي قالوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أخي طالب لأنا بالأخوة العام نعم أنا عندي ولدي ابني مسجون وما عندي غيره بس هو عندي نعم وأطالب بالأخوة العام رحمة للحسن ترى صبرنا خلص أتصالنا شهرين لا نعنصى نريض لا نعنصى ياكل لا نعنصى نشرك يعني سألنا ومشترا ما كان نعم انحكم أم علي ابنيش انحكم انحكم خلصة وشهر حكمة باطلة حتى ما ودوا أين بالمحكمة اشقد انحكم اشقد والجول خلصة وشهر شنو تهمت تهمت مخدرات بس ما لا شاء له بلدي لا يمحل فراشة لا يمحل بكانة لا شافوا يعني كبوا بيدا ولا شافوا عندي كل شي ما أقول مجرد لا نعرفهم وحكموه بدون ما نحضر يعني هذا حكوم يعني هاي حكومة هاي حكومة هاي حكومة هاي حكومة نطالب من هذا الرئيسنا الجديد ان شاء الله الكاظمي يباشروا يا أنا بالعافو العام رحمة زين ام علي حتى نكون ما شو ام علي حتى نكون منصفين ابنتش يشتغل كان يشتغل بالمخدرات لا ما يشتغل بس هو مكا درب قلطية جماعة بس ما مشا بهذا الدرب يعني يمشي رافق ولد بس هو ما عنده هذا الشي والجن والباقين الحبسة والأولاء ما نزرع عنهم احنا نايم بفراشة العام وبرمزان وشالهم بفراشة نعم سحرنا ونايمين طبط علينا من الصبح شالهم بفراشة وطلبوا علينا عشر ملايين ينطلون سنتين عنا يعني عشر ملايين احنا بيت ما قدنا نقعد بي نعم من ين نجيب العشر ملايين والله العظم الكثير كلا خمس تالاق مار بي يعني قال لكم قال لكم الطونة عشرة ويصر حكمة سنتين عشر ملايين ينزل سنتين من حكمه ها يعني يصر ثلاثة اي وقلهم من اللي طلب منكم الضابط نعم الضابط طلب استاعيتها من ابو قال له وانا والله بيت ما عندي بكان ما عندي اشتغل يوم يتأثر ثلاثة وصاحب البناه وهو عند اثنين ولد هو المرجون عند اثنين ولد هو الولد نعم ام علي من البصرة يوم يتأثر ثلاثة الله يعينكم الله يعينكم ويفرج عن كل بري ام رياض من بغداد فضلي ام رياض سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا ابو انسوك ونصر داعث من المطار ونداعذ المظلوم ويني اغلق نعم نعم واحد اعدام وثنين معبت شوكت اعتقلوهم وشوكت حكموهم 2014 وين اغلق اغلق معبت كل واحد عشرين نعم واحد اعدام نعم اي اي او او طالب بالعاف العام نعم اي ما اخلق انا يا ابو بعت ما اخلق شوكت بس احنا نسوان وجهار ها هي هم عدهم شي ومرياض هم عدهم شي ايا والله ما اعطهم كل شي الله في اهد ما اعطهم كل شي الله كل من مقدر السرغ من ين اعتقلوهم العادة من البيت من البيت من بغداد اي اي مقدر سرغ جاء شال اهم اللي طارد وراهم اسمه حميج المعادي اي 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 طارد وراهم هو والمخبر السفل اللي طارد وراهم يا الله باحد اي بس خلي امرياض احد اي اي اميك لا اي نصي لي التلفزيون اللعن الله يخليك نصي التلفزيون الاخير اي حتى اسألك امرياض اي القاضي من حكمهم يعني حكمهم قاتلين ناس انفجرين لو شو مساوين والله كل شي ما افتاوي وقعوهم على وراغ ما يعرفون شبه ما بيها وحتى امه يسألون لو رح تواجههم على شن حكمونا وشن احترافاتنا نعم نحن ما محترفين بس وقعونا على وراغ من عرف شن ما بيها شن عذبوهم اي تعديد والله هذا واحد هذا ابو الاعدام رحث لبالمحكم والله شاهد شاهدين بالبطانية وقض بالقاضي اي وطلعوا حكموعدام وطلعوا من اشيري به اشير له الشتق يعني الغاض من شاف اذ هالحال هاي شان يحكموعدام ما زال لهذا مدعوم اشبيه ما بيه وبالبطانية شاهدين والله العظيم اي والحكمو غاض تشير نعم اي الله يفرج عن كل بري الله يفرج عن كل بري الله يعني ام احمد مسامرة فضلي احمد وعليكم السلام ورحمة الله يا هلبيش الله يسلمك الله يسلمك الله يحافيك الله يبارك بك يا يابا اني عندي ابني احمد نعم مسجون بسجل ناصرية والله يابا على جلده نتيب اخبار علي اوجاب للبي بالمفرزة وساعة بثنتين اخذه قال استفتار ورجع الشياء وهاي من 2016 شهر الواحد ايو والله والله وما نعرف شنو تهمتا وبعديا بالاخير قال تهمتا ارهاب يعني من التعبيب ومنه كتل شلع وباطرة عذب خلع وكتوف جلالة اذا ما تعترف نجيب امك واختك وزوجتك نسوي بيهم كذا من كذا اذا ما اعترف يقول انا شادي عيوني وباطماني على اوراق ما عرف شنو بيها من الكتن اش قد انحكم انحكم مؤبد 20 سنة واني عمره 89 وعنده ثلاث بنات والله العظيم مواليدة 89 تقصدين اي مواليدة 89 اي والله يا يا وهو كان خادم مخذن الجامع يعني شامر هذا الجامع حبيب المصطفى واول ما اخذه حتى كان يستحق راتب حتى راتب يعني راتب نعم وحسا عائدك على منا ومنا نحن طيبين ذات حسن بيهم نعم والله الحظيم ونطلب من عدكم كيف تناجون بنحف الحام بلكة هذا رئيس الوزراء بلكة هذا يعني للأصحاب الغيرة عبارة عن هذا أطلوب ورح يجيهم عيد والله من يجيهم العيد يريد لهم الذات يريد لهم محكل والظروف تحبانة وأبو عدم كبير ومعقد نعم هو يريد لهم ويبارك فيك يا الله يسلم يريد لهم إن شاء الله رجاء الحبيب المصطفى إن شاء الله يكرر على الأبرياء المظلومين والله يريد لهم منها رشوف يريد لهم يريد لهم يريد لهم من يريد تشويح سمعة المتظاهرين أو يحاولون أن يقوموا بإسكات صوت العراق الثائر هذه الثورة باقية وصامدة حتى تحقيق المطالب وسنأخذ حقوق كل الشهداء والجرحة وكل شخص ساهم بهذه الثورة وشكرا لكم رب ينصركم وينصر الثوار آمين وشكرا رسالة يقول أدعو الشعب إلى ثورة تحريج السجون بكل محافظات العراق نوار من هولندا نعم السلام عليكم ورحمة الله أم عبد الله من بغداد تقول هل الرئيس الجديد مهتم بأمر بأمر المعتقلين نطالب بالعفو العام زين الفيروس إذا صار بالمعتقلين من راح مراح تصير مجازر من يتحمل مسؤوليتهم من طالب بالعفو العام كل المعتقلين المظلمين من وراء القضاة الظلمة كما تقول نعم رسالة يقول فيها تحية لقناتكم المحترمة بس أدعو رفاه الحكومة من تطلب من الناس الالتزام بإجراءات الوقائية واستخدام كافة أنواع التعقيم وديتول يعني السجناء مبشر حتى مي ماعدهم يشربون وكتلهم الجرب والأمراض وكورونا انتشار داخل السجون والحكومة تتكتم عن الموضوع كما يقول رسالة يقول فيها السلام عليكم أكو قاضي اسمه كما يقول هو أحمد الأميري طلب من عدنا سبع شدات حتى يفرج أو يفرج عن ابني وما عندي أنطي شلون دنيا يقول السلام عليكم ومحمد تقول نطالب بالعفو العام أطلق سراح المعتقدين على شهر رمضان حسبي الله ونعم الوكيل على هذه الحكومة نعم عندنا اتصال نعم ومراغب من الموصل فضلي ومراغب ذات فضلك أخوية العزيز أهل الله وسهل عندي هالولد نعم يعني بس الله وسمه هالولد هذه ما عندي لا بنت يعني لا عندي لا أخوة ولا أخوها الواحد ويتين نعم يعني أبوه متوفي ميت نطاق عمره الله يرحم ومشاجرة صارت الله يرحم ميتينك عافية صارت مشاجرة عادية نعم نعم الله عليك والثواب الإرهاب وين مشاجرة صارت المشاجرة صارت بالمخيم المخيم المدرجة الجدعة يا سنة والله آآ 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 منو جاء أخذ و والموت هما أخذ تعرف من هذون هالش لاتيين ملووبين حي شاكل منو أخذ منو اعتقال شرطة جيش حشيد لا لا واحد شايل حقد يعني شانت قل لمو تعرف المخيمات وفز البنات خالاته المخيم هناك ناس يمنا تعرف التانكي مالا راغب تمام 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 يعني كان يصور أبنات خاص ها أخويا تمام قل والله أول ناب أخذ السراج أخذ وإحنا وإحنا كيف تعرف وطلع بنا وما عنده شي وهناك سوها من جو اللي جو وحكم ما اسمها أعدام إعدام إي شون من 15 إلى إعدام ها شون 15 في البداية وبعدين إعدام مو 15 انتو أفو أفراج أفراج إي ها يام محكمة وما دينات شهر يعني زاد أقل من شهر اقتدر الحكم مالتو نعم إي وهذه المحكمة هنا بالموصل نعم الله عليك بالموصل بالش سنه يعني شنو أحد اشتكى عليها بعدين وقت الإفراج ها أحد اشتكى عليها وقت الإفراج حتى يصير إعدام مالتو لا ما عليها مشتكي رحنا تتبعنا وقضبت محانية قل ما عليها مشتكي نعم بس ذا لمن التعذيب وهذا رح سويت ستاعد نعم 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 وني نعم الله عليك وني قلون بصموني ليش انت ليش مماغ رسال شما طلعت الش عندك وني قل والله بصموني قل انت رجي بومك وإدين وليا وراء هذولة من تفقيم ذولة من تفقيم تغفة عندك ذولة بالموصل ولا البغداد لا والله لوحدي حد شي يعني يصابون الله مو مثل ذولة هنا بالموصل الله يعنكم الله يفرج عن كل بري الله يعني يعني مساجرة عادية شوك الشان ظلم نعم نعم الله عليك اتعرف بفلوس صنطو وفلوس وفوت وهال يتيم هذا هطفل هذا وما عند الله شهد بث هالولد هال بس ومراغب وقاصر شكرا عمره موالد 97 97 اي والله وعتقلوه بال17 يعني شان عمره 20 سنة اي مشاجرة عادية ورح لبس من حكم القاضي اعدام شنو التهمة كاتل انفجر والله لا كاتل ولا انفجر اما انفجر اما انفجر اي اوكي اش حكمها اش حكم القاضي الحاق اعدام حكم اوكي حكم اعدام على شنو والله ما ادري الله شاهد اما انفجر ما عارف نعم ومراغب من الموصل كانت معنا شكرا لك حسام من بريطانيا بفضل حسام سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا يا عمر حياك الله يا اهل بيك مرحبا يا عمر نحب نشارك ولكن الموضوع عرفه عن الميليشيات لكنه من الموضوع هو كل الاراق ليس بس كل شيء لا لا احنا نتحدث نتحدث بشكل عام احنا بالبداية كنا نتحدث عن يعني بيان للمتظاهرين وانه المتظاهرين مصرين على مبادئهم مصرين على ما خرجوا عليه ولكن تدري انت الناس ستتصل عدها عدها معتقلين وتيتعبر عن 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 ضيمها وعن عن الظلم اللي صار بالعراق تفضل دكتور تحية لك وتحية لك الكادر الرافدين القارك الله بكم الله يسر تحية لكل العراقيين الشرفاء ما كل شيء واحد تصبرون حكومة ماكو نعم يبقى شيء واحد مهم يعني نقاط العراقيين لازم يتكافر أم بيانتهم الفقير يساعد الغذي يعني يساعد الفقير نعم كل محلة محلته يعني توزيع الغذاء يتشاركم باللقم ماكو هذا قتلكم وإجركم كبير عند الله تعالى هذه وحدة نعم الشيء الآخر الله يكون بعون للأمهات وزوجات المعتقلين نطالب بالذات يعني داي إلى رئيس الجمهورية إلى برهم صالح أنه يحل البرلمان لعله أحسن تغير الأمور إلى شيء أحسن وتحية المتظاهرين ويستمروا بارك الله بكم والحملات التي يقومون بها هذه جهد عظيم الطبية والصحية الناس لازم يلتزمون بالقدر الإمكان أنه يعني يلتزمون في بيوتهم حسب الحاجة طبعا الأكل مطلوب والخبز مطلوب كل محلة تكتل محلتين توجيه إلى الميليشيات حقيقة الموج ما وجه نداء الميليشيات توجيه ندائي إلى زوجات الميليشيات زوجاتهم أو أمهاتهم أو أبواهم أمهاتهم أنتوا عليكم مهتولية كبرى عند الله سبحانه وتعالى يا أبا الميليشيات يا أمهات يا زوجات اطلبوا من من رجالكم يرجعون لأبيوتهم أو ينحذبون عن هذا لأنه مصيرهم أسود بالدنيا والآخر ويمكن أنتم يلحقهم هذه هذا لأنتم عليكم ذلك أنتم أيضا عليكم الميليشيات هم إيران تستعملهم محرقة يعني اسمح لي استعمال كيف بن قوي سين مع أسف مطايا لإيران الميليشيات هم مطايا إيران ستعملهم تحارب أمريكا وبأمريكا تقتلهم كلهم وتبقى إيران هي منتصرة وكل العراقيين ميليشيات رحب ختون نعم بالنهاية يعني أشكرك دكتور دكتور حسام من بريطانيا أنا عثمان من الموصل تفضل عثمان ألو تفضل أخي أخي العزيز أنا والدي معتقل نعم أخذونه الدواعش عام 11 18 عام 16 قبل ما تبدأ عن اليد أخذونه من البيت نعم ابنك لو أخوك لا أبوي والدي ها أبوك أخذوه الدواعش لا أعرف لا أعرف عنه أي شيء نعم ناس يقولونه بباداد مطار المسنة ناس يقولونه بالناصرية ويدنا هو موجود لو ما موجود زيار راجعت 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 راجعنا هنا بالموصل ما ما كو نعم يقولكم موعدنا عثمان بباداد أسماعك من تروح وتراجعون ماذا يقول لكم أين الراجع بالموصل لبغداد أين راجع أين راجع بباداد يا أخي أين راجع بباداد وماذا راجعنا عرف وما عرف لن الله نعم زيار من الوصل لكم خبر موجود بالمطار والله والله الجماعة يعني الجماعة يجون يجون يقولون يروحون وما يردون علينا يعني أكيد موجود ما نعرف والله يقولون نعم نعم نتأكد والله نعم شسم الثلاثي الرباعي بل كحر من الخير ينسم على الدين عبدالله أحمد على الدين عبدالله أحمد نعم الله يعنكم الله يعنكم الله يفرج عن كل بريء نعم أنا أشكرك عثمان من موصل كان معنا مستمرون معكم عزيزي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعود وليكم تهمت 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 يريد وطن أهلا بكم جديد عزيزي المشاهدين طبعا مع تنامي الصراع على الحقائب الوزارية النائب عن اتلاف النصر رياض التميمي كشف عن عدد الوزارات التي ستحصل عليها كل كتلة شيعية كما قال بحكومة مصطفى الكاظمي المرتقبة التميمي قال بأن تحالف سائرون سيحصل على ثلاث وزارات وتحالف الفتح أيضا على ثلاث وزارات في حين سيحصل تحالف النصر على وزارتين واتلاف ذات القانون وتيار الحكمة سيحصل كل منهما على وزارة واحدة مثل ما حدثنا في البداية نظام المحاصص يبقى مع الجماعة لما يقدرون يعيشون بدونه رسالة يقول السلام عليكم تحياتنا لقناة الرافدين نناشد من خلالكم الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وكل الخيرين في العالم بالضغط على الحكومة في العراق يقرر قانون العفو العام نعم معنى اتصال آمنة من بغداد فضلي آمنة أم آمنة أم آمنة من بغداد نعم أم آمنة وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ عمر أنا عندي واجد نصي للتلفزيون أم آمنة تسمعيني أسمعك أستاذ عمر أستاذ عمر حتى نقدر نفتهم عليكم تفضلي إن شاء الله عين أستاذ عمر أنا عندي واجدي معتغلت في الناصرية نعم يعني هو بريء والله العظيم بريء أجاب مقبل سري نعم يعني الساعة بسنتين بالليل نعم أي يعني إجابه وابنه علقه قدامه واحترفت على يعني احترافات هي مصايرة نعم وهو مواليد سبعين والله العظيم بريء 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 نعم زين وستنطالف بالعب يا سنة اعتقلوا أم آمنة بسنة تأثين وستعش اعتقلوا من بغداد من بغداد نعم حكم القاضي حكم أعدام يعني والله العظيم حتى حكم نحن لا نجربيه أصلا لا نجربيه يعني خلال شهرين هو حكم القاضي حكم أعدام وهو واجل هو مريض عنده زخر يعني عفو مريض كلا عنده نعم وجابه وابنه علقه قدامه قال له لا تعترف لو هذا ابنك لتعرف به كنتعرف وهو اعتراف على يعني اعترافات كاذبة جد أخوك من أخذو أخوك مواليد أنسين بعد طفل يعني بعد صغير يعني عمره 16 سنة كان 15 سنة زيان أخوك طلعوا طلعوا نعم أخوك جد بقعدهم بحجوز ضرعتهم تقريبا 20 يوم يعني يعني هو إذا عنده شيء عليش يجيبون ابنه ويعذبوه قدامه حتى يعترف إذا هم معدهم دليل اعترافات كاذبة يعني مخبر سري هو جابه مخبر سري جاب معلي لا نعم نعم نطالب بالعفو العام طالبني الحكومة يعني تنظر هذا الشعب هذا المسكين خلي طرحون قلوبه يعني على هذا شهر رمضان المقبل العيد طرحون قلوب الناس طرحون قلوب الأمهات يعني حالة حالة ولده وحالة زوجته هي وقلت كل الساعة من بعد يعني من ما أده غير هو يعني كما تقول هو يعني هو خير مثلا هو نعم فإحنا نطالب بالعفو العام نطالب خلال قناتكم نطالب بالعفو العام الله يعينكم والله يفرج عن كل بريء أم آمن من بغداد تروي لنا مأساة أخرى زين هو ماشي انت اعتقلت واحد حققت ويا وعذبت أكيد هذا اللي صاير بالعراق زين عليش تأخذ انت ابنة وتعذب قدام حتى يعترف انت اذا عندك ذليل قاطع خلص احكم على الأدل اللي عندك يعني فوق ما تعذب وما أخذ على مخبر سري يعني هي المشكلة اللي صايرة ليش احنا نتكلم على المعتقلين والظلم اللي موجود المخبر السري دائما نقول هجم بيوت الناس هجم بيوت الناس ما عرف يعني الوضع القاضي اللي يحكم هذا الحكم بخلال هذه الفترة القصيرة المفرض عنده دليل قاطع دليل قاطع استند علي وحكم هذا الشخص او غيره ليش تأخذون ابن الطفل تعذبوه قدامه حتى يعترف ظلم والعياذ بالله رسالة يقول السلام عليكم السلام عليكم سيد عمر انا اطالب بابني صال ثلاث سنوات مزجون طالب العفو العام شنو ذنب حسبي الله نعم الوكيل على الحكومة نعم وسهلا يقول تحية لكم وليقناتكم ارجو من الحكومة ان يصدروا قرار العفو العام معنا اتصال امكرار من مغداد فضلي امكرار امكرار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله اتفضل يوم كرار السلام عليكم وعليكم السلام انكرارتي هل تسمعيني من التلفون لو من التلفزيون نصلي التلفزيون في دواء اروح لك لا من التلفون دا اسمعك ماشي نصلي التلفزيون نصلي للاخير نصيت نعم تفضلي اه من طلعنا من المصد قالوا ان السكتار ونطلعهم اخذهم من اخذهم الحج الان ما نعرف احنا عزة والنساء ننزل وما اخذوهم اخذوا اخذوا اثنين والزوجة والحد الان ما اعرف وين اشوف مصدرهم انتو من طلعت السوية اي السوية طلعت تمام سيطرة اللي اخذت زوجتش واولادتش جيش شرطة اي ما ادري بالليل احنا اخذرهم نعم قالوا ان السكتار ونطلعهم طلعهم تشاء سانع الرجال ما قالوا ان اين سوطنا احنا وما تعرفون بهم لغاية الان وين ما اعرف ما اعرف اي ما اعرف الحد الان وين كرار وحيدر وابو وزوجي عند مرض سرطان اربع قدد بي نعم الله يعينك وما اعرف سلمان هيرد اعرف مصيرهم وما عندنا بس هما ذول والله ونطالب بالعب العام باكت تطلع يطلع انه كم واحد من عيدهم واحد تسعة وتسعين وستانف كين وواحد نعم الله يعينكم زيان راجعتي سجون مراكز شرطة اشترد وعليك رحت ناس رحت للسجون ناس تقول موجودين ناس تقول مموجودين وظل العلم يا ام الله واحنا بس نساء ما عندنا حتى معين وليل اعرف مصير وين نعم الله يفرج عن كل مري الله يعينك ونكرر من بغداد وقصة مأساوية اخرى وانفلاح من الموصل تفضل يوم فلاح وليدي وليدي والله خذوا وليدي موالي 28 اليوم سنتين وستع ما عرف التاريخ الاعتقاد موالي 98 أخذت الفرقة التافعة قالوا الاستفسار على راسي هنا بيك والله وليدي أخذوا موالي 98 أخذت الفرقة التافعة أخذوا واليوم 29 تشرب ما عندلوا 2009 من أخذوا 29 تشرب نعم وما عرف انه كل شي واني متضررة من داعش نعم انا متضررة من داعش أوليدي وقال اكبر منه فقد داعش ومخبل هلحف بسوار على المحلة لكل هاتفة عالية أخذوا أسجناهم وثنينهم لما نصاد داعش أمره 15 سنة تسمعني أسمع أسمع أخذوا أسجناهم 9 سيار صرع ابني المسجون الهرحض مفقود ما عرف انه كل شي وهذا كان مخبل ولمشي بس وارع برزاع حسن علي وهو شجاع حسن على المقصول واني مضربة من داعش وعندي ثمن أخي خمس سنة كواف وانظلم ولي جنظلم واني مضربة من داعش بس وارع داعش وابني خبّلوه وهذا ابني ما عرف وانا خلوه جيس تسار وراح وما عرف وان زين أم فلاح ابنك ابنك اللي يأخذون الفرقة التاسعة انعرض على قاضي حكم لو ما تعرف ما عرف انه كل شي زين ما راجعت هل فرقة التاسعة اي شي يقولون واني واني مضربة من داعش ابني هل حز أكبر منه كبّر لله المنطقة كلها تسار علي يعني نعم نعم من فلاح يعني هسه ابنك صار لي اكثر من سنتين عند الفرقة التاسعة ما نعرض على قاضي تمام ما نعرض على قاضي ما نعرض لا ندل لا عرض لا أسعل وهذا شيردون علي جنون الفرقة التاسعة منو تروحون عليهم شيردون طيب ما ما عندك عني فرمة والله الزلال وعندي تخبر ما قدر عوصي ماشي ماشي نعم ما حد يطيني جواب ما حد يطيني جواب قولوا من دير دير سرشالك الفرقة التاسعة أخذتني أدور ما أخلص لأنه عرشال العذاة محاميل وأصباط وما حد ينطيني مجال علي نعم 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 هذا اللي فيه دم ورصي نعم الله يعيني شو الله يفرج عن كل بريء أملك من الديوانية فضلي أملك نعم سلام عليكم أبو ملك لا أبنت أخوي هذا عدي ابني ماهر أين علاوي جبار مهر بسجن ناصري نعم اسم حضرتك اسم جبار مهر اسم لا لا اسمك انت اسمك ابني 2013 ابو بسجن تهمة قتل عيني بس شوية شوية نعم انت أبو من أبو علي أبو علي حياك الله تفضع شنو اللي عندك عدي ابني بتهمة قتل نعم بتهمة قتل نعم بتهمة قتل قتل هو أبني لا ابني والله بس هنا ماهر نعم شلون صارت التهمة علي شنو القاضي التهمة قتل تمام شو اللفقو القاضي قلنا حكم القاضي حكم قلنا 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 اهلك مش اخلوا حقو فصلتها فصلت دفعت الفصل نعم ما تنادي زيان اذا ابنك ما قاتل ليش تدفع فصل بعد هاي عشايا 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 لازم المقلوب ان تطع حتى ابنتي تمام بس ما عرف والله ما عرف عليك يا الله نعم شن حكم ابنك اسم علي علي جبار شن حكم احنا عشايا ما حلول نروح لا عدد اخي ولا عدد زوجة ولا عدد ام توفي ام نعم وما عرف مصير شنه بالناصية وضغل ما عرف مصير كنه لازم حتى لا يكن لون نوصل لانه لكونا قبل هذه قبل لا سلح احنا ما نوصل ما اتي حتى رح نعم وما عرف مصير شنه ابو علي اش قد حكم القاضي حكم اعدام حكم اعدام نعم والله هين سأل الله اذا بري ان يفرج عنا وعن كل بري ان شاء الله يعني ما يكن العفو هذا والله بعد ما طلع العفو العفو بالتفاصيل ما طلع يعني ما طلع لغاية نعم ابو علي من الديوانية كان معنا ام حسن من بغداد فضلي ام حسن مرحبا اهلا وسهلا بيجي انا ادعت بخصوص شخص العفو العام فضلي انا اخوتي اثنية نفس جن سورسة وابن اخوي وياهم يعني ثلاثة واحد من اخوتي كتل وهم اعطوا ثلاثة بالسجل واشن فصلنا فصلنا وتنازل مع وابن اشوف هذا العفو العام يشمل هم لا نعم ايه وابن اشوف هذا العفو يشمل هم لا يعني احنا دفعنا فصل دفعنا خمسين مليون وتنازل مع يعني اخت المكتول حطت اربعة هو واحد الكتل وهي حطت اربعة بالسجل اثلاثة بالسجل نعم حطت اخوتي اثنين وابن اخويا وفصلنا ونحن وتنازل مع يعني فيت حالة شون مش منهم العفو لا وانحن قالوا بعفو الآن نعم الله يفرج عن كل بريء ام حسن من بغداد كانت معنا طبعا كثير من الرسائل على الواتساب نعم نقول السلام عليكم وعلى كده القناة الرافضين الوطنية اخ العزيز هذول اللي جاي يحكمون مجرد يأخذوا الرواتف غائلة بروسنا وهم لا يحلون ولا يربطون واجب علينا انطلعهم منذر المالك من البصرة وصلنا الى نهاية هذه الحلقة عزيزي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة